الرئيس الروسي بلاديمير بوتانياب حتى خلال اتصال هاتفي مع نظري الكازاخستاني نورسلطان نيزارباييف تسوية الأزمة في سوريا في إطار محادثات جنيف وأستانا يحيى كوسا والتفاصيل من جديد تتوجه أنظار العالم إلى العاصمة الكازاخية أستانا بعد يومين من اختتام جولة المحادثات السورية الرابعة التي تمخضت عن تحديد أجندة عمل من أربعة استلال هي الحكم والانتخابات والدستور ومكافحة الإرهاب موسكو التي شاركت بفاعلية لإنقاذ محادثات جنيف من الفشل تواصل العمل بدأب على دفع مسار أستانا قدما إلى الأمام وفي هذا الإطار أبلغ الرئيس الروسي بلاديمير بوتان نظيره الكازاخستاني نورسلطان نيزارباييف خلال اتصال هاتفي عن موعد عقد اجتماع أستانا ثلاثة المقرر في الرابع عشر من الجاري أمر لقي ترحيبا من الرئيس الكازاخية الذي أكد استعداد بلاده لاستضافة الاجتماعات بين الحكومة السورية والفصائل الإرهابية التي وافقت على اتفاق وقف الأعمال القتالية الزخم الروسي لمواصلة مسار أستانا يلقى تجاوبا من تهران أيضا ويتزامن مع تطورات الميدان وانتصارات الجيش العربي السوري التي كان آخرها تحرر مدينة تدمر وعشرات الكرة في الريف الحلبي وزير الخارجي الإيراني محمد جواد ذريف انتقد بشدة مواقف النظام السعودي ودعه إلى مراجعة سياساته السابقة مؤكدا أن التعاون الثلاثي الإيراني الروسي التركي بخصوص سوريا كان إيجابيا حتى الآن بين أستانا وجينيفيا توزع الاهتمام الروسي وتستخدم روسيا ومحور المقاومة كل الأوراق والأدوات الميدانية والسياسية بحثا عن حل سياسيا للأزمة في سوريا فيما تفقد مجموعة الرياض التي ترفض مع مشغليها الإقرار بهزيمة مشروعهم الإرهابي دورها أكثر فأكثر بعد الانتصارات في حلب وتدمر